واقع زراعي هو الأسوأ منذ سنوات بات يهدد الأمن الغذائي في محافظة الأنبار والعراق بشكل عام والسبب كما يؤكد مسؤولون حكوميون هو قرار تقليص نسب الأراضي المزروعة وتقليل حصصها المائية الواقع المائي الحقيقة صعب ويحتاج إلى عملية دراسة مستفيدة لكن في نفس الوقت اليوم نعكس بشكل سلبي على الواقع الزراعي حيث أن وزارة الزراع قررت هذا العام أن تكون نسبة الخطة الزراعية 50% عما كانت عليه في العام الماضي وهذه الحقيقة واحدة من أهم المشاكل التي طرأت على واقعنا الزراعي هذا العام فلاحو الأنبار يشكون من الواقع المزري الذي بات يهدد الزراع في محافظتهم بسبب السياسة الحكومية الفاشلة وانعدام الدعم لمشاريعهم شنو وزارة وماكم قد ما يدعم للفلاة حس الزراعة تعتبر في غرفة الانعاش الحقيقة وخاصة السنة هي ماك الدعم نهائيا فالزراعة حس تحتضر إذا ما لقى الدعم ومكانيات راح تنتهي الزراع عاني السنة الزراعية تسنت أخرى ما راح أزرع وبالرغم من تبرير وزارتي الزراعة والموارد المائية الحاجة لقراري تقليص المساحات المزروعة والنسب المائية وتأكيدهما الجاهزية لمواجهة أي تحديات يواجهها العراق إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف الكبيرة التي يواجهها الفلاحون بدأنا تطرح دراسات ومعالجات كبيرة في هذا الأمر ونطمن حقيقة مزارعنا المعالجات وحلول هذه المشاكل حقيقة موجودة وتحت اليد الخطة الزراعية تم تقليلها إلى 50% الخطة الشتوية وكذلك الصيفية بسبب قلة الإرادات المائية المتاعتية من تركيا دول المنبع لذلك تصل هذه المناسب وكذلك الأرواح بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية وكذلك وزارة الزراع ويرى مراقبون أن تقريص المساحات الزراعية ليس حلا للأزمة وإنما ينبغي وضع حد لمنع إيران تدفق المياه إلى العراق وإلزام الفلاحين بالحصص المائية ورفع التجاوزات وصيانة مشاريع الريد